من تل أبيب أحمد دروشة أحمد ما تفاصيل هذه التهديدات الأمنية الإسرائيلية وكيف يرد بشكل عام الاحتلال الإسرائيلي أو يتابع تأخير تسليم المحتجزين لدى المقاومة أمال فقط حتى لا نخيف الناس في قطاع غزة لسنا في هذه المرحلة بعد المفاوضات لم تنهار لا تزال جارية حتى الآن على قدم وصاقب حسب ما تشير كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية منها موقع والدى الإسرائيلي ينقل على المصادر مطلعة على المفاوضات أن التهديء لم تنهار وأن هناك جهودا تبذل من قبل قطر ومن قبل مصر لإنقاذ هذا الاتفاق الجنرال جيورا آيلاند وهو أحد أبرز الضباط السابقين في الجيش الإسرائيلي كان في استوديو القناة الثانية عشر الإسرائيلية عندما ورد هذا التهديد على لسان مصدر سياسي إسرائيلي رفيع يرجح أنه من مكتب بن يمين نتنياهو قال إن إسرائيل لم تصل إلى هذه المرحلة بعد وأن الانتقال لا يكون من تهدئة شاملة مرة واحدة إلى عودة الغرات واستهداف مباني في قطاع غزة عادة تكون هناك مرحلة وسط تشن فيها ربما إسرائيل عملية محدودة جدا من أجل أن تكون لحركة حماس إنها جدية في تهديداتها ولا تنتقل مباشرة من التهديئة مرة واحدة إلى استعادة الهجوم كما كان قبل دخول التهديئة لأن هذه التهديئة عملت عليها الولايات المتحدة رأينا اتصالا مباشرا من الرئيس الأمريكي جو بايدن بأمير قطر وبغيره من المسؤولين العرب واتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي وليس هينا على إسرائيل أن تلغيها مرة واحدة وأن تعاود شن الغرات على قطاع غزة وكأن التهديئة لم تكن من الأساس هناك انتظار حماس من الواضح أنها معنية بهذه الصفقة وبحسب بيان القسام وبحسب ما تحدث أسامة حمدان منذ قليل للتلفزيون العربي وواضح أن هناك تأخير محدود لفترة محددة حتى يحصلوا عن التزامات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ولم تعلن حركة حماس حتى الآن عن تفجير التهديئة أو عن إلغاء التفاهمات التي تم التوصل إليها أمامنا حتى منتصف الليل حتى لا يعد أن حركة حماس خرقت هذا الاتفاق هذا الأمر بالتأكيد مفهوم لدى الحركة ومفهوم لدى الاحتلال الإسرائيلي وما نراه من تهديدات حتى الآن في وسائل الإعلام الإسرائيلية هو يأتي بعد انتقادات واسعة من قبل الإعلام الإسرائيلي للمستوى السياسي الإسرائيلي أولا لا يوجد أي مصدر في إسرائيل يشرح للإسرائيليين من الذي يجري المصدر الوحيد المتوفر هو بيان القسام كانت هناك انتقادات واسعة في الإعلام الإسرائيلي أن مصدر المعلومات الوحيد لعائلات الأسرى الإسرائيليين وللإسرائيليين بشكل عام هو البيانات الصادرة من القسام ثم صدر بيان المسؤول الإسرائيلي لم يوضح ما هي الأزمة وما هي طبيعتها لكن في ذلك اعتراف ضمني بالنقطتين التي جاءتا في بيان القسام ثم أطلق تهديدا عاما بأن إسرائيل ستعاود شن حربها على قطاع غزة لكن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد هناك مفاوضات جارية بالأساس عبر القناة القطرية بحسب ما يقول موقع والله الإسرائيلي إذن هي مجرد تهديدات تطلق من مصادر أمنية تتحدث لوسائل الإعلام الإسرائيلية في هذه الساعات في انتظار أي مواقف فقط أشير أمال إلى بيان ورد الآن من الجيش الإسرائيلي وهو يؤكد اعتراض صاروخين أطلقا أو يؤكد اعتراض هدفين جويين مشبوهين في منطقة البحر الأحمر وأن الحادث انتهى لم يذكر بيان الجيش الإسرائيلي إن كان الحديث عن طائرات مسيرة أو عن صواريخ أطلقات لكن ما نعرفه أن شهود عيان في مدينة إيلات صوروا القبة الحريدية وهي تطلق صاروخيها لم تسمع أصوات انفجارات ناجمة عن اعتراض القبة الحريدية لأجسام ما لكن أصوات انفجارات التي سمعت ناجمة عن إطلاق صواريخ القبة الحريدية نفسها والآن الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتراض هدفين جويين مشبوهين على حد تعبيره في البحر الأحمر وليس في مدينة إيلات أمل شكرا لك أحمد ستطلعنا لاحقا في الفترة المقبلة على أي